الآن إلى كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذكرى تسعة عشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر لأبطالنا اليوم نتذكر تضحيتهم ونحزن على أكثر من ثلاثة ألف روح زهقت وخسرناها في الحادي عشر من سبتمبر من العام الفين وواحد علينا أن نتذكر عائلات كل المسافرين على رحلة ثلاثة وتسعين واليوم كل الأمريكيين يتذكرون قصصهم ونتشارك جميعا لهذا الحزن الذي تشعرون به واليوم نحيي ذكرى كل الأعضاء عائلتكم الذين خسرتمهم ونحن نعرف أن هؤلاء الأبطال من الرحلة ثلاثة وتسعين سيذكروننا دائما أنه مهما كان الخطر والتحديات ومهما كانت الفرص ستنتصر دائما الولايات المتحدة وتبقى شامخة وتنتصر لكل أعضاء عائلت من الذين خسروا حياتهم على هذه الرحلة نحن ندرك جميعا أنه لا تمكن أبدا من ملئ الفراغ في قلوبكم أو أن نشعر بالأسى الذي تشعرون فيه نحن نعرف أنكم تعيشون مرارا وتكرار كابوس هذه الحادثة وتتذكرون دائما الكلمات الأخيرة التي تلفظ بها أحبائكم ولكن فيما لن نتمكن من لقاء هذا الألم بإمكاننا أن تتعلم مشاركة ألمكم ونعيدكم بأننا سنقدم لكم الحب الذين أنتم بحاجة إليه والدعم بالإضافة إلى التفاني مننا ومن جميع الأمريكيين في صباح الحادي عشر من سبتمبر حين تم الاعتداء على الولايات المتحدة في هذه المنطقة بذات على رحلة بعد انطلاقها من نيويورك في نيويورك عمل إرهابيون متطرفون على السيطرة على الرحلة الثلاثة وتسعين واستولى أخرون على طائرة أخرى لضرب مركز التجارة العالمي والبنتاجون الإرهابيون على الرحلة الثلاثة وتسعين كانوا يملكون هدفاً ألا وهو القضاء على عاصمة هذه البلاد وكانوا على بعد عشرين دقيقة من الوصول إلى هدفهم ولكن ما منعهم أي ما منع الأعداء من الوصول لتحقيق ضرباتهم في قلب الديمقراطية الأمريكية كان تفاني أربعين رجل ومرأة وهم المسافرون وتقم العمل على الرحلة الثلاثة وتسعين نعرف أن هناك جد وشد يسافرون لتمضية إجازة في كاليفورنيا وغيرهم كانوا الطلاب يعودون إلى جامعاتهم فيما السيد ريتشارد كان يعود من الاحتفال بعيد ميلاد جدته المئة فيما السيدة لورين كانت حامل بالشهر الثالث بتمولودها الأول كل مسافر وكل من طاقم العمل على هذه الطائرة كان لديه حياة مليئة بالضحق والحب والعائلات وبأحلام لا متناهية وغير متناهمة ولكن حين تطفت هذه الطائرة اتصلوا بعالياتهم وعرفوا أن الولايات المتحدة تشهدوا اعتداءا وبذلك واجهوا أصعب لحظات حياتهم ومن خلال الألم ومن خلال دموعهم صلوا لله لكي يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم وهمسوا بالكلمة أحبكم أحبك اليوم تتردد هذه الكلمات على هذه الأراضي المقدسة وتشعر علينا من السماوات ولكن حين حاول الإرهابيون القضاء على ديمقراطيين عمل المسافرون الأربعون على الرحلة 93 بأمر غير مصدوق صوتوا وعملوا معا على دخول إلى قمرة الطائرة وفي عملهم الأخير على هذه الأرض أنقضوا العاصمة الأمريكية وفي هذا الحقل في بنسلفانيا نحي ذكرة المسافرين الأربعين الذين قضوا لإنقاذ بلادنا وسنتذكر دائما وأبدا هذه الحال في الأيام والأسبوع بعد حادثة الحادي عشر من سبتمبر اجتمع السكان والأمريكيون من جميع الألوان والأعراق والأديان والطوائف وصلوا معا وأعادوا بناء هذه الدولة إن الأغنية فليبارك الله الولايات المتحدة نداء ودعوة لكل الأمريكيين وسرنا ورأى قناعتنا بأن الولايات المتحدة هي دولة إثثنائية تملك أهم الأبطال وأن هذه البلاد تضحقه الدفاع إلى آخر نفس مننا جميعا كان هذا التضامن مبني على حب عائلاتنا على الرعاية التي قدمها الجيران والولاء للسكان والمواطنين فقد رفرفنا جميعا هذا العالم وشعرنا بالامتنان لرجال الشرطة والعاملين على القطوط الأمامية ولقد رفضنا الرضوح للقوى الشريرة التي حاولت زعزعتنا جميعا في نيويورك وفي مناطق أخرى واجه السكان الأنقاذ والدخاء نتيجة الحوادث وفي نيويورك شهدنا عشوبة التضحية الأمريكية مع هطول الأمطار عمل أعمال الشرطة والمستجبون الأوليون والإدفائيون ورقدوا إلى النيران مباشرة لإخمادها وفي هذا اليوم أكثر من أربعة مائة مستجب أول ضحى بحياته منهم ثلاثة وعشرين شرطيين أمريكيين وثلاثة وسبعين عاملين أمنيين وثلاثمائة وثلاثة واربعين إطفائيا من نيويورك اليوم نحيي ذكرات حياتهم ونتذكر كل مستجب أول يحافظ على أمن وسلامة هذه البلاد اليوم نتعرف على سيد ديفيد وهو شرطي متعقد من شرطة شيكاغو وحأذ على ميدالية كما هو يعمل مع الأحتيات البحرية وفي الحادي عشر من سمتمبر قاد من شيكاغو إلى نيويورك وقال ديفيد مع استماع إلى ماذا يحصل في نيويورك ولن أنسى أبدا الأصوات والدخن ستذكروا جميعا كيف تضامنت هذه الدولة وكيف عمل الشرطيون والإطفائيون وأحييناهم وذكرناهم على أنهم الأبطال وقدرنا كل العاملين والمستجبين الأوليين ووجدنا المبادئ التي بنيت علي هذه الدولة ومنها التضحية ونعدام الأنانية أريد أن أشكر ديفيد وكل عدو في السلك الشرطة والإطفائيين الذين يضحون بحياتهم للحفاظ على أمن هذه البلاد صباح اليوم نتذكر أيضا 183 شخصا قتلوا في الاعتداء على التنتاجون ونتذكر كل العاملين الذين دخلوا إلى النيران لإنقاذ زملائي لهم كما نعرب عن ولائنا الدائم لأكثر من 6 مليون إمرأة ورجل تطوعوا في الجيش الأمريكي منذ أحداث 11 سبتمبر فأكثر من 700 ألف عسكري ضحوا بحياتهم منذ هذه الحادث للدفاع عن حريتنا لن أتمكن من إيجاد الكلمات للأعراب عن عمق امتناننا لكل هؤلاء ولكن سنعمل كل يوم لإعادة دفع ثمن هذه التضحية الولايات المتحدة ستستمر دائما في ملاحقات الإرهابيين الذين يهددون شعبنا منذ أقل من عام قضى الجيش الأمريكي على قائد داعش البغداد وبعد ذلك قضينا أيضا على القائد الإيراني الذي كان له دورا في القضاء على الحياة الكثير من الأمريكيين وهو قاسم سليماني واليوم هذا المجتمع سيتذكر دائما كيف يتضمن في وجه الكارثة اليوم ينضم إلينا تشاك واغنر وهو الذي عامل سابقا في المعدات الثقيلة وبعد الحادث ساعد تشاك على محاولة إيجاد العلبة السوداء للطائرة ونعرف أنه عمل مع الكثير من أعضاء كنيسته لمحاولة معرفة ماذا حصل لكل المسافرين على رحلة 93 وتذكروا كل ما حصل عنهم وذكروا كل نقاط حياة هؤلاء الأشخاص كما بقي اليوم يحفظون على مكان رقود هؤلاء الأشخاص ونتذكر حين هذه المنطقة كانت معلمة بصليب خشبي ولكن تشاك وأصدقائه كانوا يتكلمون دائما عن حياة الذين خسروا حياتهم بعد 19 عاما يقول تشاك أنه يخصص حياته لعائلته لكنيسته وللمحافظة على ذكرى الرجال والنساء الذين سقطوا على متن الرحلة 93 لتشاك وزوجته جين أقول لكم شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا كما أود أن أشكر السفراء الأربعين وسأت منكم الوقوف لتتقبلوا التشكرات الشعب الأمريكي شكرا جزيلا ينضم أيضا إلينا المحارب القديم من لونغ آيلين ففي الحالي 10 سبتمبر كان جيسون تقاعد من البحرية لكنه ارتدى زيه وانضم إلى الكابوس الأنقاض والرمد في نيويورك ووشد زميل له ومعا بدأوا بمنادات كل أعضاء البحرية الأمريكية وقالوا إذا تسمعوننا اصرخوا اصيحوا إذا كنتم معنا من البحرية وسمعوا أحد ينادي بالمساعدة فكان الشرطيين محتجزان تحت الأنقاض وبقوا يعملون لساعات علما أنهم كانوا بإمكانهم الوفاة في ذلك المكان وقال أحد جيسون توقف لكن جيسون قال إني عاد من البحرية أنا دائما أمدي قدما ولا نتوقف أبدا وفي هذا اليوم ساهم جيسون في إنقاذ حياة هذين الشخصين لم يتكلم جيسون أبدا عما فعله خلال هذا اليوم ولم يخبر أبدا ماذا حصل لأطفاله الخمسة ولكن بعدها قرر الالتقاء بالشرطيين وقدم له أحدهم هدية وهو صليب من العمود الذي سقط عليهما والذي عمل على إزالته وحين حمل جيسون هذا الصليب قال أنه رمزا للحياة التي يعيشها كأمريكيين لأنه يومها اتحد الأمريكيون كدولة واحدة بغط النظر عن عرقهم وعن دينهم ولم يهم حينها من أين أتوا فقد تضامنوا شميعا لمساعدة بعضهم البعض وعرفوا أنهم سيموتون لهذه الدولة جيسون شكرا جزيلا لأنك كنت شاهدا على روح هذه الدولة شكرا لك شكرا جيسون الرجال والنساء على متن رحلة 93 كانوا أعضاء من عائلات ولم يحضر أحد هذه العائلات ليعرفوا ماذا سيحصل صباح هذا التاريخ ولكن لم يتردد أي منهم ولم يرفوا لهم جفن فلقد وقف هؤلاء الأشخاص الأربعين ليقفوا ضد هذا الشر وطلحوا بحياتهم وقاموا بعملهم واحترموا الولاء لهذه الدولة ليستمروا دائما بالتضحية وعلينا أن نتذكر هؤلاء الذين سقطوا منذ 19 عاما وفي ذكرهم نتعهد بالوقوف معا كشعب أمريكي واحد للدفاع عن حرياتنا وللدفاع عن مبادئنا ولحماية جيراننا ولأعز دولتنا والاهتمام بمجتمعاتنا والاحترام وإحياء ذكر الأبطال ولا ننسى أبداً ماذا حصل شكراً جزيلاً لكم فليبارك الله الأمريكيين فليبارك الله كل المسافرين على متنة رحلة 93 فليبارك الله عائلات ضحايا حادثة الحاد 10 من سبتمبر فليحافظ الله على الولايات المتحدة شكراً جزيلاً لكم شميعاً